السلام عليكم و أتمنى أنكم تكونوا جيدين و مرحبا بكم في هذه الفيديو جديد كل عام من شهر نوفمر تقوى في المتاجير و المجازن من العالم كامل بسبب حدادات بالبلاك فرايدي و الحدادة السنوي معروفة و كل شيء يدعون في شهر نوفمبر و معروف و معروف أن المجازن في العالم كامل يتم تقوى مرة أو قائد في العام يجب على مجازن القديمة لتدخل مجادن جديدة و تتباع يجب على مجازن في الصيف يجب على مجازن العكس وهذا صولد عادي وجاربي العمال في مجازان العالم كامل وكاين الصولد دي الباك فرايدي اللي هو صولد ماشي عادي وتتشبك فيه ملمزيان وكتنط فيه الروينة ولا ده با معروف عند كل شي ولكن شنا هو الباك فرايدي ووقتاشك يجب الضبط وعلاش هتسميه خليكم معي كدك wisه الباك فرايدي اللي تأتي ق miljونة او لعيد الشوكل يجب عايز يُلمونونس Barbara عيد الشوكل الآetta政za1 color 19 في الخمسة الرابعة كله نوفمبر وهذا اليوم تابع لي اليوم الجمعة هو النهار اكزاق نوفم يعني ان الباك فرايدي هي الجمعة الرابعة كل الشهر نوفمبر ولم ي сотأهت مستميمة لكن الناسih Check repöst تستطيع ان عيد شوالها الرابعة وهذا النهار المال Washington تكون النهار الذي يبدأ فيه شراء هدايا العيد الميلاد الذي يحتفل بالمسيحيين وهذه النهار تكون المتاجر المريكان كاملين لأنه صعود خيالي الذي وصل إلى 90% حيث الناس يشرون الهدايا العيد الميلاد ويتبادلون الهدايا مع بعضياتهم وما للمحلات في هذه النهار يفتحون بكريك الربعة لخمسات الصباح لدرجة أن الناس يطلقون لجمع هذا المحل ويتسنوا ويحلوا وشد النوبة لتحل المحل ومليك تحل المحل لذلك فأقلت الغرق داخل المحلات ويتسنوا ويتسنوا ويتخطائف ويتموا مستشعجه ويتسنوا ويبقوا في حرب الآليا في المتجمع ونالك في رايدا كما قلت لكم ومليك تكون حادث عالمي أو يقوم بأن تكون يوم عالمي للصد ومليك تجدونها للحادث ومليك تقود في المحلات وكي تقوم باستخدام التأس حيث تستطيع من تتخطائف ويسنوا وضع الجرح في المحلات ومن ثم تطور التكنولوجيا الذي نرى اليوم أو من أكثر من الناس يجريون بأرنترنت لا يوجد من الناس يجريون بأرنترنت أو من دراسة أخرى لا يمكن نجريون بأرنترنت تذهبون من الدولة لا يوجد كما أخبركم بسبب الانتشارات التكنولوجية و الثقة الإيكوميرس و لو أعجب أن يكون كبير في أمازون وبالتالي بي أيضا و عاليكس بريس فعلى هذا النهار و لا يرغبون المنتوجات حتى 90% و يجبون أن يجريون أن يجريون أن يجريون أن يجريون إنشاء ماتجرات تبدل كل ساعة وبسبب الإي كوميرس تبدلت الثقافة بلاك فريدي لم يكن من حاصر أمريكا و الدول المسيحية أو العالم كامل لأن أي شخص في العالم يمكن أن يدخل الستوى و يشري و يصل إلى إصلاعات الضار ما هو بلاك فريدي والتاريخ الذي يأتي فيه لكن ما هو السبب تسمية بلاك فريدي تسمية بلاك فريدي كانت ترجع للقرن 19 وبالضبط في سنة 1869 هذا العام كانت ضربت في أمريكا و كانت أزمة اقتصادية خائبة كانت حبسات الحركة للبيع الشراء و سلعة كسدات و كانت كاريتة اقتصادية كبيرة لتعافت من أمريكا بصعوبة و من الستراتيجيات التي قدرت أمريكا لتعافى من هذه الأزمة هي أنها أشدت تلك المنتوجات كاملة لكاسدة و طيحت لهم في التامان و قدرت لهم صعوبة 90% لكي أمها يقدروا يحيدوها و لا تبقى لهم كاسدة و يخرجوا بأقل أضرار و كانت تمشيت لهم الستراتيجية جيدة و قدرت أن أمريكا تخرج من الأزمة بشوية بشوية و من ذلك العام هل تبقى هذه القضية التي يصعد 90% من المنتوجات؟ هل تبحث عن تقليد أو شعور في أمريكا أو كل عام يديرها؟ و لو لم تجروا المحلات الكبار في أمريكا يديرها كل عام تصل إلى 90% من المنتوجات و يرجعها للتمن الأصلية من بعد ذلك النهار أو من بعد ذلك الشهر و هل تسمية هذه البلاك فرايدي أو الجمهة السوداء؟ ماذا يتحب لي أنها من التشاؤم والكراهية؟ هذه التسمية تعطيت أول مرة في 1960 وهي لماذا يعطيتها هذه هذه المدينة؟ لي كان البوليس دي المدينة فيلاديلفيا و لم يتحب المدينة للثمية؟ حيث جمع السوداء بسبب أن يكون بوطياجة كبير في زيادة و بسبب تزاهم هم الناس و تقليد أن تذكر في زيادة و ترتفل الجمهة و الجرح و جدو الناس و كل شيء يخاطف و كل شيء يدر Thiago البوليس ولا تتديرها فإن تقول على كل بلاثة وما يصل لك أن البلاك فرايدي وهذا البلاك وللول الكحل عنده واحد دلالة في التجارة يعني ان البلاك هو الربح والسلعة تباعت كاملة وعندهم من لول الحمر والسلعة تبقى كاسدا وما كتباعش وكتسمى خسارة وهذا الشرك يوقع في الجمهة السوداء ان هذه السلعة كلها تباعت بسبب الصوت الخطير الذي يديره وتعتبر هذا الربح بالنسبة لما تجيل المحلات ما هذا؟ ما خبار تباك فريدي عندنا؟ او عند العرب أونجنانرا؟ فنعرف عزيزي إننا انا تقليد الأعمى نحن نخذه كل شيء عن العرب ونحن نعرف نور كبار آربية إسلامية فنحن نأخذ ذلك البلاك فريدي محن اخذي البروح محن نحن نعرض أن نكون لدينا كما نحن نعرض فقط نحن نحن نعرف الجمهة البيضاء سلم والسلام وفي يوم الجمهة مهم الملاك فريدي عند العرب والمسلمين سمون الجمهة البيضاء وتصبح مجدر الكتروني تقليد العرب والمسلمين يسمحوا لي الويت فرايدي هو موقع سوق بان كوم و جوميا وكان هذا هو الويت فرايدي نتمنى ان انا وصلت لكم المعلومة و لا تنسوا ان تابعونا في الغيزة وصوصوى اللي يبانوا لكم هنا واشتركوا في القناة وضعوا ذلك الشيء الأخصوية الدار وطال الله في رأسيكم